عزيزي المواطن المصري هيعملوا انتخابات الرئاسة امتى؟ نشيل خلاص التغريدة انتخابات الرئاسة المصرية وفقا لتقرير نشرة في موقع بلومبرج أو وكالب بلومبرج الامريكية منذ اربع ساعات نقلا عن مصادر مسؤولة في المنظومة المصرية لم تذكر اسمها لان مش مخولة انها تقول التصريحات باسمها عبدالفتاح السيسي هينظم الانتخابات الرئاسية مش في مارس ولا فبراير ولا أبريل ولا في سنة 2024 امتى انتخابات الرئاسية تكون في ديسمبر 2023 ديسمبر ايه؟ احنا النهاردة كام؟ 14-9 ولا 13؟ 14-9 في ديسمبر يعني كمان كم شهر؟ 10-11 كمان شهرين ونص اه طب وتسجيل المرشحين كمان أسبوعين في شهر اكتوبر والحملة الانتخابية هي شهر 11 والانتخابات في أول أسبوعين في 12 حضرتك بتتكلم بجد؟ والله ده مش كلامي والله ده وكالب بلونبرج نشرت التقرير ده نقلا عن مصادر رسمية مصرية وقالوا ان السيسي بيرتب والسلطة بترتب هيعملوا الانتخابات في شهر ديسمبر 2023 يعني بعد شهرين ونص من دلوقتي في انتخابات رئاسية لسه ما عرفناش فيها المرشحين كملوا توكيلات ولا لا لسه ما نعرفش اي حاجة عن برامجهم لسه السيسي ما اعلنش ترشحه لسه مش عارفين مين مع مين ومين ضد مين لسه مش فهمين اي حاجة الحاجة الوحيدة اللي عارفنها ان احمر التنطاوي هو احد المواطنين دي الحقيقة الوحيدة اللي عرفناها وان عبد السند يمامه النايب بتاعه هيدعم السيسي وان حازم عمر ما نعرفش هو مين اصل فدي معلوماتنا عن الانتخابات الرئاسية وان السيسي لسه مستني الناس تتحايل عليه عشان يترشح ففي ظل المشهد الجميل ده المشهد العظيم ده الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023 نقلا عن وكالب بلونبرج الامريكية الحق يا عمي اخلص يمكن تنطاوي ما يلحقش يعمل توكيلات فننزل احنا باليمامة وحازم عمر ونخلص وشكر الله سعياكم يمكن تنطاوي يلحق فتقلب غم ما تفهمش السيسي ليه مستعجل او محمود ابنه هو اللي بيدور القصة زي ما افريكا انتليجنس قالت ليه عايز يخلصها قبل ديسمبر المهم عزيز المشاهد ان الانتخابات الرئاسية القادمة في ديسمبر 2023 يعني بعد شهرين ونص من دلوقتي اشتركوا في القناة